اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وهي حقيقة من الفرائط أو كل من السنن التي ينبغي للإنسان حقيقة ألا يفرط فيها وهي زيارة المرطى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح صائما اليوم قال أبو بكر أنا ومن أصبح زائرا لجيرانه أو لأرحامه قال أبو بكر أنا ومن زار مريضا اليوم قال أبو بكر أنا فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمع هذه إلا لرجل يحبه الله ورسوله ألا تريد أن يحبك الله ألا تريد أن يحبك رسوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الجيران لهم حق عظيم علينا بل خاصة إذا كانوا مرضى المريض يعاني ما يعانيه من المتاعب ومن الآلام بحاجة بل بحاجة إلى من يزوره ولذلك من حقوق المسلم على أخيه المسلم أنك إذا مرضى فعده وفي رواية في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول للإنسان مرضت ولم تعدني قال كيف أعدك وأنت رب العالمين قال مريض عبدي فلان ولم تعده ولو عدته لو قدتني عنده الله نسأل الله تعالى أن يشفي المرضى وأن يخفف عنهم بعض الناس سبحان الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يريد أن يزور المريض ولكن يقوم بأمر يتعب المريض كيف ذلك؟ على سبيل المثال مريض في المستشفى ونحن ولله الحمد عندنا قوانين منظمة لزيارة المرضى ما من المستشفى من المستشفيات إلا عنده نظام محين وجدول محين لزيارة المرضى بعض الناس يقول لك يا أخي هذا يا نسير لا 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 حبيبي ما الغرض ما الغرض من زيارة المريض أنا قبل لأزور مريض لابد أن أعرف شيء واحد وهو الغرض من زيارة المريض أنا أسأل نفسي ليش أزور المريض عشان أخفف عنه عشان أدعونه أدعوله عشان أواسيه عشان أذكره عشان عشان إلى آخر بإله عليكم لو أنا زرت مريض والمريض في هذا الوقت بحاجة إلى النوم هل أنا أزور ولو زرت أنا وهو بحاجة إلى النوم هل أنا خففت عنه لا ولذلك مثل ما قال بغي كحل هو يقرأ عليه عينها المثل عماني ما يصلح بل لا ينبغي لماذا لا نتقيد بالأنظمة التي يعني جعلت أو اتخذت في المستشفيات يعني والله عدنا مثلا في غير رمضان تبدأ الزيارة من الساعة الرابعة حتى السادسة عصرا هذا الوقت يكون أن المريض قد نام وأكل ومريح والأطباء قد مروا عليه في وقت الصباح وإذا كان له دواء قد أعطي لأن باقي من الدواء أو الجرع الأخر ربما يعطي بعد العشاء والعشاء عادة ما يؤتى به عند الساعة السادسة فما فوق إذن هذا الوقت يسمح لي بأن أزور المريض أزور بهدوء وبسكينة وما أتكلف وما نطلع كلنا للبيت وإن رايح يقال نزور فلان سيارة ممتلئة من الصغار وكبار وأوقات شمينهم يخلون تحت عشان وما يشوفهم الحارس تغفر الله العزي وتقول وعاد ما بخبركم اللي مخلاي فشنط من الأطعمة والأشربة ترامن منوع إدخال الطعام والشرام لأن المريض لا يأكل إلا باستشارة الطبيب نوعية الأكل مقدار الأكل كل هذا مقنن من قبل الطبيب الذي يعالجه قال الله احنا بنودي له ومش كين مشتهي مشتهي خبز وعسل وبيضربوه بخبز وعسل وذوم وبيودوليه وهذاك يعلقون عن السكر وعن الضغط بلقون الضغط مرتفع خير قال لي جابوليه عسل والله السكر مرتفع نسين ليش يا تاكل عسل قال موشتهي وقابوليه شفتوا كيف أقولكم من أول وهم يحسبون لأنهم يحصنون صنعا أو هم دخلين الأطفال بطريقة في بعض الأحيان الناس يعني الانتقال عدوى إليهم سريع لقلة المناعة بسبب أو بآخر سواء المريض أو الزائر فلذلك لابد أن نراعي هذه الأنظمة وهذه القوانين المنظمة لزيارة المرضى نصل الله لنا ولكم العافية لحديثنا بقية نلتقي بكم بعد الفاصل بارك الله فيكم نلتقي بسيارة المرضى معكم أيها الشباب في رحاب الشهر الفضيل نزرع الخير في الحياة وغداً نحصد الجميع كي تفوزوا بوقتكم عمروا العمر بالعطاء عدنا إليكم أنت تريد أن تزور مريضاً ما الذي ينبغي لك أن تقوم به عند المريض أذكركم قصة واحد من الناس زار مريض وكلم أنه كان أبوي مثلاً استوالي كذا واستوالي كذا وبخير بعدين لما أراد أن يخرج من البيت أو من الغرفة كان الباب نازل وضربه في وقه وتعور قال حين ته يوم بتموت من هين بتطلع عجنازتك استغفر الله الحظيب توك تقول لنا أبوك استوالي مرضه شوفي أحين تقول لي يوم بتموت من هين بتطلع عجنازتك بالله أحليك هذا كلام يا أخي عندما نزور مريض أولاً نذكر الأقصة مثلاً فيها أن فلان ابتلي فشوفي لكنه كان صابر وكان يأخذ الأدوية بانتظام وكان يستمع إلى توجيهات الطبيب ونفعل معنوياته بعدين ندعو له ندعو له يعني نخلي يدنا على جبهة مثلاً كذاك ونقول اللهم رب الناس أذهب الباس اللهم أشفيه أنت الشافي اللهم لا شفاء إلا شفاءك اللهم أشفيه شفاء أن لا يغادر سقفاً مثلاً نقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال على مريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات ولم يدن أجله يشفاه الله سبحانه وتعالى فندعو له وإذا كانت عندنا هدية بسيطة متواضعة ومن الأشياء المسموح بها في المستشفى نقدم له هذه الهدية والدعاء ولا نطيل الجلوس أكثر من اللازم في بعض الأحيان المريض يتألم وبحاجة إلى التخفيف وإلى الهدوء إذا بالناس مجتمعين حوله يوم الأيام ستزور مريض وكان وقع عليه حادث صوروا أن الممرضين أرادوا يدخلوا عند المريض ما قادرين من كثرة الزحم ومن كثرة الناس ليش؟ والناس يظنوا أن هذا في منفعه بعد ما بخبركم عن القهاوي وعن الفواكه سبحان الله ليش؟ هذه ليست يعني الآن وقت كرم وإنما الكرم يعني في أماكن أخرى إذا زيارت المريض حقيقة من الأعمال الجميلة التي ينبغي لنا أن نحافظ عليها ولحديثنا بقية في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تطيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أيها الشباب في رحاب الشهر الفضيل نزرع الخير في الحياة وغداً نحصد الجميل كي تفوز بوقتكم عمروا العمر بالعطاء وانحوا كل لحظة مكهة الطهر والنقاء حاسبوا النفس دائماً أوصلوها إلى الكمال إن من يطلب العلا ينتقي أطيب الخصوات